سحر رمضانكم ان شاء الله ستكون دخل علينا وعلى كل أمة الإسلامية بألف خير تقبل اللهم منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال اليوم ما تبخيش بلكم وصفة لسيقا اللي دايما نحاضرين معنا في الطاولة الصهرة ما كانش فينا لما يعوفش عمل لسيقا بسح الوصفة تنهار اليوم بطريقة جديدة وعملتوا بحشب فكرة مغيرة تماما على اللي مدارين يخدموا بها وجرائع وبنين ومعسل وفي نفس الوقت طريق وتحصلت على أروع سيقار ماشي ميني سيقار همي وشباب وطويل فقط بربع ورقة تاعة الورقة تاديول خليكم معايا وتبعوا مليح الأفكار اللي في الفيديو تنهار اليوم نبدو بسم الله على بركة الله نوجدو الحج وهو اللول شوفوا معايا الطريقة اللي نخدم بها الحج ومغيرة تماما على المعتاد اذا نحتاجوا الى كاس الى ربع تاعة السكر هكذا هو كاس ناقص اصبع انا الكاس ديالي في هذا الكاس الصغير ثلاثين ولا يفضوا اي كاس يكون عندكم في الدار ولا كيلة وعبروا بها كامل مقادير نزيد لها ربع الكيلة تاعة مازهر شوفوا البنات ربع كيلة تاعة مازهر هنا مكترش مازهر يلا يخصني من البعض نعود نزيد نزيد لها قليل من الارفاغ وبرو ونزيد لها قليل من العدر تاعة اللوزة هذا اللوز حلو هذا اختياري ونحاولو ندوبو هاداك السكرف هاداك مازهر هدي هي الفكرة تنهار اليوم في الحشو شوفو نبقاو ندوبو في فلوك وتنستعم هاد المعقة الصغيرة عودت بتنملعقة كبيرة وحاولت ندوب مليح مليح هاداك السكرف مازهر راه يجي هالليامات السكرف فاخر ويبقا يتغزغز اذا الفكرة اللي تدوبو هادا السكرف مازهر فكرة رائعة وهادا الحشو دينا بسرعة يتعسل وهاد الفكرة كذلك تأدى وتعملوها في كل انواع تلحشو اللي تحبوه يجيكم عسل كما العراج يشتشارك خدموه بهادا الطريقة والان نمشي ونضيفو المكسارات انا عملت الاو او حمصتو مليح مليح وطحنتو انا شوفو حبيتو هقده فانسي عليها السيقار ديالي جاني بغنسي وليما يحبوش فانسي يحبو اللون ديالو فاتح هنا لكم الاختيار يبقا دايما الاكل مسألة ادواق عمت الكيلة الاولى هادي الكيلة الثانية وهادي الكيلة الثالثة اما الكيلة الرابعة معمتاش او او عملتها نوع من بيسكويت اي بيسكويت تحبوه تحفظوه تحمته جيدا وعملتو بلاست الاو او هاد الفكرة واللي تدبيرها رائعة كي ما يكونش عندكم كيميات الاو او بزيادة والحشو تنعال اليوم كي تكونو تاكلو السيقار تقول مشارك تاكل سيقار تقول ريك تاكل غاتو سان كويسو نضيف ملعقة صغيرة المغغغين تكون عدي تريه وحاولت نجمع الحشو ديالي بقيت ندخل هاديك المغغغين ونخلط مليح هادك الاو او مع هادك السقور مع مازهر حاولت ندخلو مليح مليح هنا سبطو باللي ما نجمعليش الحشو بقالي نبربش مشيت تزيلو وربع كاس تا مازهر اذا ننضيف بتدريج هاد المازهر ربع كاس حتى لي الحشو ديالي نطملي وانا نطم في الحشو ديالي ما بقيت كام نحس في السقور اختر السقور ديالي كتدوبتو ملقبل في مازهر وفي اللوم اكترت المازهر باش ما يغلبنيش في الحشو قلتي ليو خصني نعود نسيد هاد الفيديو كان عندي مسجل ملقبلي لفشعبان وربي ما كتبش باش نحطه لكم هادا فاين ربي كتب شوفو هاد الحشو ديالي هو دران طملي والسقور ديالي كامل داب وجاني معسل وجاني طري ومباشرة نخدمو به ما خليوها لا يريح لأولو انا مباشرة نخدم به دبت الميزان ديالي باش يدوني كامل حبات ادأد ولي ما عندوش الميزان يعمل عينو هي ميزانو اذا نحاول نعمل حجم متاع 23 غرام تقدو تمشي وحتى 25 غرام اللي حبيتو لحباتيكم شفية غليطة على اللي عملتهم هنا انا حبيتو مرقاق وطوال وهنا لكم الاختيار عملو الوزن اللي تحبوه اذا كي وزنت 23 غرام رفتها على شكل الكورا عودراني الشكل على شكل حربوش بودا نحاول نعطيه نفس السنك باش يجيوني شابين يجيوني كامل على حبه وحده بنفس الطريقة عاودر فتكورا واحد اخرى نوزنها 23 غرام ونعاود نمشي نشكلها على شكل حربوش في اللول هكذا نحاول نقبطها في الدية ومبعد فوق طاولة العمل شكل على شكل حربوش شوفوا البنات اللي حشو ديالي راح طري وراح شباب والبنة ديالو روحو جات في هديك البنات القاطو جات مبدلة تماما على اللي مطارين ناكلو السيقا ولي ما تحبش البنات القاطو تأتي تعمل ربعة كيلات المكسرات سوالوز ولا او او لكم الاختيار شوفوا كي كتن حربش هدوك اللي بودا حاولت نعطيهم نفس الطر باش يجيوني كامل حبه تالي السيقا على طر واحد ما تجينيش واحده طويله واحده قصيره كي نخدمو خدمه نخدموها نيشان بلات اذا نكمل بنفس الطريقة نوزل الحشو ديالي نوجدهم ونعملهم كامل على نفس الطول ونعود نمشي من نكمل معاكم الوصفة سايكملت وصقت كامل حشو ديالي على شكل بودا واني نعطي نوري لكم مرة واحد خراب اللي كامل جوا على نفس الحجم نفس الطول نفس السنك جوني كامل حبه تاليات منخليهم على جانب جبت الورق تاليول لاني نحيهم هاتك البلاستيك ديالهم ومجيها واحد خراب جبت باية تحبات البيت نحتاجه باش ننصقه السيقا على دياله رفت زوج ورقات تاليول أسستهم على زوج عود أسستهم على زوج عود أسستهم على ربعه على خاطر السيقا على نهار تاليوم نخدمه غيب ربعة ورقة تاليول ماشي بنصف ديوره عندنا غالي نقتصده شوية رفت ربعة ورقة تاليول وعملت هاتك الاوس يقابل لي شوفوا البنات وحطيت هاتك الحشو ديالي شوفوا المسافة اللي حطيتها بينها وبين الاوس شوفوا نعود نركز لكم ما حطيت له هكذا الحشو كامل عندي في الحافل تحت كامل لا طلعت غي شوية جام قابل هاتك شوفوا تقزوش تالزاويات نيشان معهم الحشو نأكد لكم البنات شوفوا فلوك وطعمتكم فقط طابلاء عاو تبصلكم في الصح نقص باش يبانكم خير وخير شوفوا هاتك الحشو يكون مقابل هاتك الزاوياتين مباشرة نفد هاتك الزاوياتين اللي متقابلين باش نغطي بهم هاتك الانت تالحشو باش كين قليهم ما يخرجناش الحشو ونلفوا جيدا سيقا ديالنا خاصنا الحشو ديالنا باش ما يخرجناش وكين كونوا نلفوا خاصنا نزيروا البنات نلفوا ونزيروا تحبوا تعملهم بلا ما تقفلوا بايض البيت تحطوه غير هاتك اللين بلعوها نحطها من تحت ولا في الحبات الاخرين دوك تشوفوا نعمل فيهم بايض البيت باش هكدا نتأكدوا ما ينحناش في المقلة دايما نرفض الأوسي شوفيه نعود نرفض البودان ديالي نحطوه ماشي على الحاشية كامل نحطوه نيشان مع ذوك الزاوياتين نجيب هذوك الزاوياتين هم اللولين نجيبهم هكدا الوصد ونحاول درواء نطمس سيقا ديالي نجمعوه شوفون هني عملته لكم باشي بسرعة باش هكدا تتعلموا ونزير نبقى ندور ونزير البنات السيقا ديالي نيجي شبابك يكون رئي وطويل هدا ماشي بوراك وفي تالي كامل نبلعو هدا البنسون عملها غيح شوية بايض البيت وهادا التبليعو نعملوها ملتحت بنفس الطريقة نخدم كامل السيقا ديالي ودكتوف على خط الحشوب كان عندي كامل حبات كيف كيف اذا حتى السيقا يجوني بنفس الطول مجينيش حبة طويلة وحبة أسيرة سايكملت وطويت كامل السيقا وعملت الزيت ديالي تسخن مباشرة نفوتو باش نقليهم ووجهت الصحن عمت فيه البابير نحط لي سيقا ديالي نقليهم بعد الزيت ديالي تكون سخونة ونحطوهم على هذه الجهة اللي بلل لعناهم باش هكذا ما ينحلوناش في المقلة ومنساوش عليهم البنات غيح مارونا حشوية من التحت نقلبوهم وخاص نيجو كيم الفوق كيم التحت وعندكم ينحرقو لكم على خاطر بصرعة يتحمر كي نشوفوا حد الحباسة يتحمرت مباشرة نرفضوها ونعملوها تقطر هكذا فوق غراق ماس ولاف الالة نعملوها تقطر بسحنوها تقطر بسحنوها تقطر بسحنوها تقطر ونحنوها تقطر بس نقليهم دايما مادا بكم بطريقة تكون مقفى باش نحلوهم كام هذك الزيت اللي زيادة بنفس الطريقة نكملوهم كام الحباسة لسيجا ونفوتو باش نعسلوهم وقبل ما نفوت نعسلوهم راني نعود نوري لكم شوفو كي تقلي والحبه خاصكم تجي كي وجهه كي ظهره شوفو جينا كيف كيف والان راني نحلو مقبل البابيي راني حبا غيفتك الصح لما كتشعر يموعا يكشتو عمت كمية صغيرة تسيجا كيلة كنت عندي صغيرة هذي هي كامل كمية وضروق نفوت نقبع عليهم العسل هاد العسل اللي كتعملتها لكم في القناة اللي ما شايفش الفيديو دوقن نحط لكم رابطة الوصفة في صندق لوس هاد العسل شباب بزاف بزاف تعملوه اكس بخانس خمسة ايق او العشرة ايق وثو من خدمت احلى عسل لف البنه لف اللون رائع نكبوه مباشرة العسل ديالي راه بارد وصيغاغ ديالي راه سخون غيض راكمل سلقلي ديالو باش هكدا يشرب لي ولكن الصيغاغ ديالكم برد عملو العسل ديالكم سخونة وحاجه تكون سخونة حاجه تكون برده مباشرة نكب عليه كميات العسل ونخليه يتشرب فيها خليه تحلق خمس داقة ايق وعشر داقة ايق يشرب لي هاداك العسل ودروق نفوت باش نحيه من العسل هانا لكم اختيار زينوه باش ما تحبوه تحبوه بجلجلان تحبوه باو او لكم الاختيار واذا عملته باللوس تحبوه باللوس هاد شي يبقى مسألة اضواق انا زينتو بهاد الاو او الخضر باللون والدوق تال بيستاش كنت عملتوه لكم في قانتي الاولى كيفاش خدمتوه نحط لكم الرابط حتى هوة الوصفة كيفاش هقدر نحول الاو او ذيالنا باللون خضر يجين الشباب بطريقة سهلة وسريعة نحط لكم رابط الوصفة ان شاء الله بإذن الله في صندوق الوصف كانت هذه الوصفة تعنا تنهار اليوم احلى سيغاغ اقتصادي عملنا غيب ربع ورقة تعديل وشوفو جات اداش الحبه جبتلكم حتى المسترة باش توفو الطول دياله شوفواني نوريكم عشرة سنتيم قدام سبعي هواد الطول دياله جا عشرة سنتيم مشي ميني سيغاغ سيغاغ طويل بعشرة سنتيم فقط بربع ورقة تعديل نفتحولكم باش توفوه من داخل كيفاش جا وشوفو السمع القرماشا وهات السيغا كي تكونو تاكلوه تاكلوه في غصة حتى كوغي البنات الحشو على خاطر ما فيش بزاف دياله وجيبني تقول البناتها غاتو صان كويسا نتمنى ان الوصفات تنهار اليوم تكون ناس الاعجاب ديالكم ما سنساونيش البنات بدعاوتكم بالخير اللي عندي تسوى الدنيا وما فيها ولاش تشوفكم الفيديو في الصباح نقولكم صحاف دوركم ولاش تشوفكم الفيديو اخر بإدنيله ونشوفكم فيديو اخر بإدنيله اشتركوا في القناة شكرا